بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله التفاخر بما أعطى الله عبده من نعم على الآخرين والسخرية منهم هو من الأمور البغيضة عند الله عز وجل لذا ضرب الله لنا الأمثال في كتابه العزيز كي نتدبر ونطعض نعم نعم سآتي حالا إن شاء الله ما بك يا صالح سمعتك تقول ستأتي وأنت تتحدث في الهاتف فإلى أين أنت ذاهب الآن وهذا هو يوم عطلتك الأسبوعي لقد كانت تصالا من مدرسة نادر نادر؟ ابننا؟ هل أصابه مكروه؟ أخبرني يا صالح ما الذي حدث له؟ لا يا هند لم يصبه شيء يقولون بأنه تشاجر مع أحد زملائه بعد أن تنمر عليه تنمر عليه؟ ولماذا يتنمر أحد زملائه عليه؟ بل العكس ما حدث يا هند فلقد قام ابننا بالتنمر على زميل الله ابني أنا؟ ابني أنا يفعل هذا؟ نادر يتنمر على زميل الله؟ ليس هذا طبعه أكاد لا أصدق وأنا أيضا لكني سأذهب الآن وأعرف ما الذي حدث بالضبط فربما كان هناك خطأ ما أو أنني أسأت الفهم هذا ما تم استدعاؤك من أجله يا سيد صالح هذه المرة الأولى التي يتنمر فيها نادر على أحد زملائه وهذا الفعل مرفوض تماما هنا في مدرستنا أنا لا أعرف ماذا أقول فهذه مفاجأة بالنسبة لي فهذا الفعل ليس من طباع نادر لقد استدعيناك اليوم يا سيد صالح ليس فقط لكي نعلمك بما فعله نادر بل لنعلمك أيضا بأن البيت أو أنتم كأسرة لكم نفس المسئولية التي نحملها نحن تجاه تلاميذنا فالبيت يا سيد صالح هو المدرسة الأولى لبناء النشأ أعلم ذلك تماما يا سيدتي وهذا بالفعل ما نقوم به أنا وأمه في البيت فلنسمع منه ونرى ما الذي جعله يفعل هذا الذنب فلتأتي إلى هنا يا نادر أخبرنا لماذا فعلت ذلك؟ لماذا تنمرت على زميلك رامي أمام كل زملائك؟ لا أعرف ربما هو الغضب الذي جعلني أسخر منه ولكني حينما رأيت رامي يبكي وعرفت أنني أخطأت خطأا كبيرا لم أتوقع أن تؤثر كلماتي فيه إلى هذا الحد ليس الغضب وحده يا ولدي بل هو عدم شكر النعمة فلو كنت تدرك كيف من الله عليك بنعمة القوة التي حرمها غيرك لما كانت هذه الكلمات تخرج منك فإياك والتفاخر والتكبر على الغير بنعمة ما وإلا أزالها الله منك وأبدلك حالا غير الحال كما حدث لصاحب الجنتين ومن صاحب الجنتين هذا؟ سأخبرك وسأقص قصته عليك ولكن استمع بقلبك قبل أذنيك فالقلب يا صغيري هو منبع الإدراك والوعي يحكى أن في بني إسرائيل كان هناك أخوان لرجل صالح كان أحدهما يدعى يهوذا وهو رجل صالح كثير الصدقات أما الآخر كان يدعى بارطوس كان بارطوس غنيا ميسورا في كافة أموره وكان له حديقتان عظيمتان وفي يوم اشتد ضيق الحال على يهوذا بعد أن جف محصوله وقل رزقه وبعد طول تفكير قرر يهوذا أن يذهب لأخيه ليقترض منه بعض المال فلبس عباءته وتوجه إلى حديقة أخيه ما أجمل حديقتك لم أرى جمالا بهذا الشكل من قبل لا تعرف يا يوشع كم تعبت أنا لأجعلها على هذا النحو فلم يكن الأمر سهلا بالمرة الكل يتحدث عن جمال الحديقتين ويحسدونك عليهما يا صديقي هذا هو حال الناس دائما ينظرون لما في يد غيرهم لماذا لا ينشغل هؤلاء الحمقى بما في أيديهم هم هل يعتقدون بأن السماء تمطر ذهبا؟ أنه مجهودي حصيلة خبرتي أعلم يا صديقي إلا أنها طبيعة الحاسدين من الناس لا تكترث لهم فالحقد كالنار تأكل بعضها بعضا صدقت يا يوشع صدقت أليس هذا يهوذة؟ ما الذي أتى به؟ من المؤكد أنه أتى ليقترض مالا فقد سمعت بأنه في ضائقة مالية يقترض مالا هذا أمر سخيف هل ستقرضه مالا؟ ماذا تقول يا يوشع؟ بالطبع لا فلئن أقرضته فلن يتوقف عن طلب المال فيما بعد وسأجده مع كل ضائقة يقف أمام حديقتي يطلب المال كيف حالك يا بارتوس؟ كيف حالك أنت يا يوشع؟ بخير والحمد لله سامعت أنك تمر ببعض الأزمات الحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ إنها حكمة الله نعم 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 هكذا هي الدنيا فما تمر به نمر به جميعا أنا ويوشع وباقي الأصدقاء ولكن ما شاء الله أنا أرى حديقتك مزدهرة يا بارتوس حتى إن أهل القرى يتحدثون عن جمالها الناس لا تتوقف عن الحديث يا يهوذة ولكن أخبرني ولكن أخبرني ما الذي أتى بك في مثل هذه الساعة المبكرة من النهار؟ في الواقع يا بارتوس لقد أتيت لكي أقترد منك مبلغا من المال فلقد أراد الله أن لا تجني حديقتي أي محصول لهذا العام وأنت تعلم أن علي نفقات يجب أن أوفيها تقترد؟ مني أنا؟ كيف؟ وهل سمعت بأنني أقردت أحدا من قبل؟ هذا أمر لا أفعله أبدا كيف؟ أولا تخرج زكاة الزروع؟ زكاة الزروع؟ يا لها من أفكار بالية أي زكاة الزروع تلك التي تتحدث عنها؟ أما زلت تؤمن بهذه الأفكار الساذجة؟ ماذا تقول؟ حق الله على عباده تسميه أفكارا ساذجة؟ أي حال أصبحت عليه أنت؟ أصبحت فاهما لأحوال الدنيا بصورة أوضحة فانظر لنفسك إلى أين أوردتك أفكارك البالية؟ أوردتك أن تأتي إلى هنا لتقف أمامي طالبا لبعض الأموال وكأنك سائل أو عابر سبيل تجبر بارتوس مع أخيه في الحديث بعد أن شعر بأن ماله قد أغناه عن كل شيء وكأنه قد استغنى عمّا في السماء والأرض سخر منه وكأنه يعايره بابتلاء الله له دون أن يعي أننا ما خلقنا في هذه الدنيا سوى لنبتلى فيميز الله الخبيث من الطيب خرج يهوذة ليشهده الله على نفسه أَيَشْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهُ أَمْ يَكْفُرُ بِهَا ثُمَّ يُلْزِمُهُ حُجَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ فِعْلُهُ شَاهِدًا عَلَيْهُ فَلِهَذَا خُلِقَ الْإِبْتِلَاءُ ولكن صاحب الجنتين لم يؤمن بذلك ولم يكن يعلم أيضاً بأن عقاب الله سيأتيه في أسرع وقت كيف صارت الأمور يا يهوذة؟ هل أقرادك باراتوس المال الذي طلبته؟ لم أفعل أسعار لقد قذلني وعايرني بابتلاء الله لي شعرت بالندم لأنني ذهبت إليه كنت أعرف ذلك فمثله لا يمكن أن يأتي الخير من قبله لا عليك يا زوجي فوالله ليفرج الله كربتك من حيث لا تعلم وبأسرع مما تتوقع أليس هذا هو يقيننا بالله؟ هوا عليك أما أنا فسأعد لك الغداء فأنت لم تأكل منذ الأمس؟ لا لا لم تعد لدي الشهية أنا في ابتلاء عظيم لقد ضاقت علي الدنيا ولا ملجأ لي يا ربي سواك يا رب أسألك أنت وحدك فليس لنا سواك اللهم فرج عن زوجي كربته واقد دينه فأنت تعلم بحسن خلقي وطيب أفعاله ولقد توجه بالسؤال لغيرك فعاد مخذولا فلا ترد سؤاله يا كريم يا صاحب الفضل على العالمين يا من تجيب المضطر إذا دعاه نجي زوجي من هذا البلد إنك يا رب على كل شيء قدير كيف حالك يا يهوذة؟ من؟ يوسف؟ كيف حالك يا رجل؟ بخير والحمد لله أهلا بك يا يوسف تفضل اعذرني فلا وقت لدي فأنا هنا كي أرد لك دينك الذي أقردتني إياه منذ عامين كم أنت حليب بعبادك يا رب عذرا يا أخي أعلم أني قد تأخرت عليك ولكن رحلتي إلى بلاد فارس قد طالت لا عليك يا يوسف لقد كنت على يقين بأن أموالي في يد أمينة لقد كانت أموالك مباركة فلقد ربحت معي وأتاني منها الخير الوفير بارك الله لك فيما أتاك يا يوسف تفضل هذا دينك أما هذه العربة المحملة بالبضائع فهي هدية مني إليك ما هذا الحمد لله كل هذا الخير لي كم أنت لطيف بعبادك يا الله لك الحمد لك الحمد والشكر سأنصرف الآن وأراك على خير في أمان الله يا يوسف في أمان الله سارة يا سارة تعالي تعالي يا زوجتي فلقد فرج الله علينا كربنا ما شاء الله ما هذا من أين لنا بكل هذا الخير من عند الله يا زوجتي العزيزة هو من عند الله فاللهم لك الحمد يا رحيم يا رؤوف بعبادك لقد أبر الله قسمك يا زوجتي الحبيبة وتقبل دعاءنا ألم أقل لك يا يهوذة ألم أقل لك هكذا يفرج الله على عباده الشاكرين فاللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وفي اليوم التالي ذهب باراتوس كعادته لحديقته ليتفقدها ولكنه لم يكن يعلم بأن ما رآه بالأمس لم يكن ليراه بعد ذلك أبدا جفت الأشجار وسقطت الثمار وتيبست الأرض وكأن صاعقة من السماء قد سقطت عليها ها؟ يا لها من مصيبة يا باراتوس ما الذي حدث؟ ماذا أرى؟ أنا لم أرى شيئا كهذا من قبل يا لها المصيبة يا لها المصيبة هل هل ما تراه عيناي حقيقة واقعة؟ الأشجار جفت والأرض يبيست والثمار ذبرت لم يعد شيء كسابق عهده لا أكاد أصدق عيناي أين راح الجنة التي كانت بالأمس؟ كيف تبدل الحال هكذا؟ من أين جاء كل هذا الصخط؟ نعم إنه الصخط من الله هو كذلك حقا هل غوث يا رب؟ هل غوث؟ إنه لبلاء عظيم يبدو أنني تماديت في ذنبي فكان عقاب الله أنحلت بي هذه اللعنة هذه الأرض باتك ملعونة هي بالفعل كذلك يجب أن أبقى فيها حتى لا تحل اللعنة علي أنا أيضا يوشا هل ستتركني؟ هو مع سايا أن أفعل لك ولكنك كنت رفيقي لسنوات لكن الله أراد أن نفترقها هنا يا رفيقي أنا أخشى عقاب الرب أخشى عقاب الرب لقد حل علي غضب الله إنها لعنته لقد حسبني على سوء فعلتي بسوء الجزاء هكذا كانت عاقبة من لم يشقر نعمة الله عليه يا صغيري فلقد أراد الله أن يخبرنا بقصص السابقين لكي نتعلم منها الدروس والعبر وأن لا نقع فيما وقع فيه أسلافنا الأولين أحسنت يا إمام أحسنت فما أجملها من قصة وما أفيدها من عبرة حقا إنها لعبرة يا جدي لقد تعلمت أن لا أتباهى بما لدي وأن لا أحقر من قدر من هو أمامي إذن أفهمت المقصد والمبتغى يا صغيري فهمت يا جدي ولن أتنمر على أحد بعد اليوم أبدا إذن يجب عليك الآن أن تعتذر لزميلك عما بضر منك سأفعل يا أبي سأفعل بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حديثنا اليوم عن الأمانة وقيمتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يعلم أمته كيف يجب علينا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها هيا 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 أسرعوا يا أولاد فالوقت يداهمنا والطريق طويل إلى مرسمة روح هيا فقد يأخذ الطريق منا أكثر من نصف النهار لقد وضعت الحقائب كما أمرتني يا أبي فكل شيء جاهز الآن هيا هيا بنا ولكن ماذا عن أخي أحمد ألن يأتي معنا حقا لا يا نادر فسيبقى هنا اليوم وربما غدا أيضا ثم سيأتي بعد ذلك إلينا ولما يا أبي لأن هناك بعض الأمانات التي تركها جارنا لدينا وحينما أبلغته بسفرنا قال بأنه سيأتي من سفره غدا أو بعد غد وذلك ليأخذ أمانته ولماذا لا ينتظر قدومنا فكم وددت أن يأتي أحمد معنا فالسفر لن يكون ممتعا بدونه إنها أمانة يا نادر ويجب رد الأمانة حينما يسأل عنها صاحبها أمانة؟ وما معنى كلمة أمانة يا أبي؟ الأمانة هي وديعة يتركها الإنسان عند شخص آخر ويكون هذا الشخص موضع ثقة بالنسبة له وحينما يحتاجها يجدها حاضرة على الفور أنسيت قصة أمانات قريش عند رسول الله التي درستها قبل عامين؟ في الحقيقة لا أذكرها إذن فدعني أذكرك بها فالأمانة في الإسلام أمر عظيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فبعد ثلاثة عشر سنة من دعوة رسول الله في مكة نزل الأمين جبريل بالوحي ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد حان وقت الهجرة من مكة إلى المدينة تلك الهجرة التي انتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أيقن بأن قومه لن يؤمن منهم الآن سوى من آمنوا من قبل فأبلغ أصحابه بأن يسبقوه إلى يثرب والتي سميت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها بالمدينة ولكن العائق الوحيد الذي كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة هو وجود أمانات لقريش عنده فبالرغم من تكذيبهم له إلا أنهم لم يجدوا من هو أكثر أمانة منه ليترقوا ودائعهم عنده لذا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا وما هو هذا الأمر؟ أن يترك أحدا من أهل بيته من بني هاشم ليرد الأمانات إلى أهلها ومن هذا الشخص الذي اختصه رسول الله بهذا الأمر العظيم يا جدي؟ إنه علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كانت مكة في أوج جهلها وبينما كان البيت الحرام يحاط من كل جوانبه بالأصنام حينها بعث الله عز وجل رسوله الكريم مبشرا ونذيرا فراح يدعو قريشا لعبادة الله الواحد إلا أن قلوبهم قد نشأت على الكبر ونكران الحق فأبوا تصديقه بل وحاربوه هلموا إلى هبل هلموا إلى سيد الآلهة فلتنعموا بالبركة وتنزل عليكم الرحمات هلموا يا زوار الكعبة بكم هذا أيها التاجر؟ بتسعة دراهم أما هذا الكبير فبعشرين درهم أسعارك غالية يا رجل ولكن بضاعتي تستحق يا أخ العرب من الواضح بأن هذه هي زيارتك الأولى لبيت الله من أين أنت؟ أنا من قبيلة ثقيف من الطائف إذن نعم وهذه بالفعل هي زيارة الأولى لبيت الله الحرام ولقد سمعت عن هذا الرجل الذي ظهر من عدة سنوات ويداع النبوة أتقصد محمد بن عبد الله من بني هاشم؟ نعم هو ما هي قصته؟ يقولون إن هناك من آمن به من قريش هل هذا الأمر قد حدث بالفعل؟ كذب بل لم يؤمن به سوى أراضي لقريش من العبيد والسفهاء حتى إن قبيلته لم يتبعه منها سوى ثلاثة فقط ومن هم هؤلاء الثلاثة؟ حمزة وجعفر وعلي أما جعفر فقد رحل إلى الحبشة ولم يتبقى معه من أهله سوى حمزة وعلي أولم يؤمن به عمه أبو طالب؟ من قال هذا؟ إذن كيف يحميه ويجيره من قريش وهو لم يؤمن به؟ هل هذا يعقل يا رجل؟ في الحقيقة على ما أظن هذا أمر فيه خلاف ثم دعك من محمد وما أتى به محمد ولنعد لأمر الآلهة من ستأخذ الكبير أم الصغير؟ هل سمعتم بآخر أخبار محمد؟ فما هي تلك الأخبار يا عطبة؟ احكي لنا إنه الخلاص من محمد وأتباعه إلى الأبد نجل هذا اجتمع سادة قريش في دار الندوة بالأمس إلى الأبد؟ ماذا تقصد بهذه المقولة؟ أوضح كلامك يا عطبة وهل في كلامي عطبة ما يحتمل التوضيح يا حاكم؟ لا أفهم يا عمر أتقصد أنهم قد اتفقوا على قتل محمد؟ أخفض صوتك يا رجل فقد يسمعك قومه أو أحد أتباعه فيبلغه وساعتها تفشل خطة قريش وينجو محمد ولكني قد تركت لديه وديعة ولن أستردها بموته قد تذهب وديعة هباء إذن لا تخف على ودائعك يا حاكم فمن المؤكد بأن بني هاشم سيردون لقريش ودائعهم ماذا تقول يا عطبة؟ أتقتل قريش رجلهم ويؤدون إلينا ودائعنا؟ هذا هو حال محمد وبني هاشم يا حاكم يردون الأمانات إلى أهلها إذن ورب الكعبة إنها لخصة منا يا عطبة وظلم كبير ماذا بك يا حاكم؟ أتتعاطف مع محمد ومن معه؟ لا أتحدث عنهم ولا أكترث لأمرهم في شيء يا عمر بل أنا أتحدث عننا نحن كيف تكون الخيانة جزاء للأمانة؟ هل عرف هذا عن العرب من قبل؟ وبينما كان رجال قريش ينتظرون خروج رسول الله من بيته في الليل حتى يضربوه ضربة رجل واحد كان الله عز وجل قد أوحى لرسوله بالهجرة ليلاً وترك علي بن أبي طالب مكانه بعد أن أبلغه الله بأن الملأ من قريش كانوا قد عزموا على قتله في هذه الليلة فخرج رسول الله من بينهم بعد أن غشيتهم غمامة من الله فما استطاعوا أن يروا رسول الله وهو يمر من أمامهم بسلام؟ ونام علي بن أبي طالب الشجاع مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى ببرده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم إنه للعجب فبرغم من عداء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خافوا على شيء وضعوه عند النبي أمانة فكان السبب من ترك علي هو رد الأمانات إلى أصحابها فخرج رسول الله من بينهم بعد أن غشيتهم غمامة من الله فما استطاعوا أن يروا رسول الله وهو يمر من أمامهم بسلام؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 وفي اليوم التالي اجتمع كل من كان يودع أمانته من قريش أمام بيت رسول الله بعد علمهم بهجرته يسألون عن أماناتهم فاستقبلهم علي بن أبي طالب وراح يهدئ من روعهم ويخبرهم بأن رسول الله قد أمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها وأنه بات في فراشه لكي يعيد أماناتهم إليهم فعمت الدهشة وجوه الحاضرين وصمتوا وكأن على رؤوسهم الطير ها هي وديعتي ردت إلي بلا أي نقصان حمدا للآلهة التي حفظتها لي نحمد الآلهة على عطائها وأنت يا ربيعة كيف هي وديعتك؟ على نفس الحال التي تركتها عليه عند محمد لقد صدق محمد وعده هذا ليس بجديد؟ فلقد اعتدت منه على ذلك إذن نحن أكثر الرجال خسارة في هذه الصفقة كيف هذا؟ ماذا تقصد بكلامك يا حاكم؟ من أين سنأتي برجل يؤتمن على الأمانات كمحمد بن عبد الله؟ معك حق ارتاح محمد من قريش وارتاحت قريش من محمد ولم يخسر في هذه الصفقة سوانا يا ربيعة صدقت يا حاكم صدقت فلتكن الآلهة في عوننا هيا بنا للأسواق فبضائعنا ردت إلينا وصل النبي الكريم قباء يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول فنزل على بيت كلثوم بن الهدم على أطراف المدينة دون أن يدخلها وأقام علي بن أبي طالب ثلاث ليال بمكة حتى أدى كل الودائع لأهلها ولم يبق منها شيء ثم لحق برسول الله ونزل معه على بيت كلثوم بن الهدم ليدخل بعد ذلك مع رسول الله المدينة في يوم الجمعة الثانية عشر من ربيع الأول لتكون هذه هي السنة الأولى لتوقيت هجرة رسول الله وبداية التقويم الهجري ومن المدينة ولعشرة أعوام لاحقة كانت رحلة جديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة إلى الله عز وجل استطاع فيها أن يثبت نهج الإسلام السمح في قلوب المخلصين من أدباعه فما كان هناك غاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من غاية حسن الأخلاق ومكارمها الآن فهمت يا جدي ما هو معنى الأمانة لقد وضح الأمر الآن ولكن لي سؤال يا جدي اسأل يا نادر كيف استطاع علي بن أبي طالب أن يبيت في فراش رسول الله وهو يعلم بأمر محاولة قتل النبي ألم يكن خائفا؟ القلب العامر بخشة الله لا يخاف من مخلوق فقط لا يخشى سوى الله وهكذا كان علي الذي تربى في بيت النبي الكريم منذ أن كان صغيرا لذا فتربية النشأ تبدأ من بيته الذي تربى فيه فهنا تكون النبتة الأولى ها قد علمت سبب تأخير أخيك عن السفر معنا؟ نعم علمت يا أبي إذن هيا قم واحمل حقائبك في السيارة فالوقت قد مر سريعا هيا أمرك يا أبي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير من اعتلى نعله الأرض وأفضل البشر والخلق أجمعين في الصفات الكريمة المحببة ومنها العطاء والبذل في سبيل إسعاد الآخرين وشخصية اليوم هي النموزج الأعظم في هذه الصفة الحميدة إنها سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أمي كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله أخبريني أنت يا حبيبتي كيف حال أبيك وإخواتك؟ ومن يقوم على رعايتهم أثناء تعبيه؟ من يعد لكم الطعام؟ هو من يقوم على راحة أبيك وقضاء طلباته؟ لا عليك يا أمي لا تقلقي علينا فنحن كبار بما فيه الكفاية ونستطيع أن نقوم على شؤون البيت أما أبي فهو لا يطلب شيئا أبدا أنتم لم تعتادوا على ذلك من قبل يا ابنتي ووالدكم أيضا وهي قد حان الوقت يا أمي أوليس من العدل أن تنالي قصة من الراحة؟ أحسنت يا حبيبتي أشعر الآن بأن جهدي في تربيتكم لم يذهب هضرا بارك الله فيك وفي إخوتك بارك الله لنا فيك يا أمي وإن شاء الله ستعودين كما كنتي وأفضل أما الآن فسأذهب لأعد الإفطار حفظك الله يا بنيتي وبارك فيك حدثنا يا أبي عن دور أمي في حياتك نعم يا أبي حدثنا عنها آه ماذا أقول عنها؟ لقد كانت دوما نعمة زوجة التي لا تمل أبدا من البذل والعطاء أتقصد أنها مثل السيدة خديجة رضي الله عنها؟ بالطبع مثلها فكم حكى لنا أبي عنها؟ ولكن لتعد علينا الحديثة يا أبي فما أجملها من سيرة طيبة؟ نعم يا أبي احكي لنا عن السيدة خديجة هناك من هو أعلم مني بها فلنستمع منه وإن أردت أن أبدأ حديثي فماذا أقول؟ إنها أول المسلمين وسيدة نساء العالمين وزوج الرسول الأمين السيدة خديجة بنت خويلد ابن أسد المكية القرشية ذات الحسب والنسب والرفعة والمكانة هي أول من ناصرت الإسلام ورسوله بمالها ونفسها بقلبها وعقلها وروحها هي من كانت ترفض كبار قريش باحثة عن الصفات العلا فظلت تبحث حتى وفقها الله بأن تكون زوجة لخير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين هون عليك يا رجل الأمر لا يستحق كل هذا الغضب ولقد مرت أيام وأنت ما زلت على حالك كيف أنسى يا حاطب وهذه هي المرة الثانية التي أتقدم لبنت ابن أسد ويتم رفضيه فكيف لا أغضب إن الغضب يعصف بداخلي كالرياح الهائجة لقد أغبرتك من قبل بأن لا تذهب مرة ثانية ولكنك أسررت وهذا هو جزاء إسرارك فلتتحمل إذن عاقبة ما فعلت من تظن نفسها خديجة تلك حتى ترفض من هو مثله ألا تعلم من أنا ومن أي قبيلة حسبك يا سالم إنها خديجة بنت خويلد أهم ممرأة في قريش نسب ومال ورفعة ثم أنت تعرف أن هناك من هم أعظم منك قدرا في قريش وقد تم رفضهم أيضا فدعك من هذا الحديث حاولت يا حاطب إلا أن غضبي قد غلبني النساء دونها كثيرات يا صديقي حقا إلا أنه لا توجد واحدة فيهن تشبهها في مكانتها يا حاطب فأنا لم أرى في كافة النساء رجاحة عقل ولا هيبة ووقارا مثل ما رأيته في بنت خويلد فهي لا تشبهها واحدة من النساء وكأنها هبطت من السماء مرحى بسادة قريش مرحى بك يا عوف ما حال صاحبك يا حاطب لا يرد التحية وقسامات الضاجر تعل وجهه ما بك يا سالم هو على هذا الحال منذ أيام منذ أن ذهب إلى بيت أسد وما حدث فيه أتقصد أمر خديجة وما غيره ألم تعلم بالخبر بعد خبر؟ عن أي خبر تتحدث يا عوف؟ خبر زواج خديجة بمحمد بن عبد المطلب ماذا؟ محمد بن عبد المطلب؟ أنا لا أصدق ما أسمعه أم تأكد أنت من الخبر؟ هذا ما حدث مكة كلها اليوم ستتحدث عن الخبر فأبو طالب قد أعلن عن خبر زواج ابن أخيه محمد بخديجة محمد ولكن لما محمد؟ هو ليس من سادة قريش ولا من أغنيائها ربما أرادت المكانة يا سالم فأنت تعلم قدر بني هاشم في قريش ليس هذا يا حاطب فخديجة ليست بحاجة إلى ذلك فهي من أشرف قريش ولكن أمرها مع محمد مختلف فلقد سمعت بأنها هي من أرسلت إلي لتحدثه في أمر الزواج بها ماذا تقول يا رجل؟ هل جلنت؟ اهدأ يا سالم ودعك من هذا الغضب الأهوج بل هو ما سمعت يا سالم فبعد أن قام محمد بإدارة تجارتها وعاد بها من الشام حتى أيقنت بأنه هو الأمين عليها وعلى مالها ونحن أيضا نعرف من هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وقد جربنا أمانته وصدقه لسنوات عجبا لهذا الأمر عجبا انتشر خبر زواج محمد بن عبد الله وخديجة بنت خويلد في مكة سريعة وتناولته قريش في ندواتها لكونه حدثا عظيما فها هي سيدة قريش الأولى تتزوج برجل لا يملك جاها ولا مالا ككل من طلب التقرب منها وها قد فهموا أخيرا عما كانت تبحث خديجة هل الشرف والحسب هو لديها المال والجاه لديها أيضا فقد كانت تبحث عن الصفات العلا الخير والصدق الوفاء والعطاء الرحمة والكرم إنها كانت تبحث عن محمد فقط محمد محمد الرجل قبل أن يكون محمدا النبي مرت السنوات ورزق محمد من خديجة بالبنين والبنات وفي إحدى الليالي وبينما هو قائم يتعبد في غار حراء أتاه الأمين جبريل ليخبره بأنه نبي آخر الزمان عاد محمد إلى بيته وهو على غير الحال الذي ذهب به وما إن أخبرها بما حدث حتى صدقته وآمنت به واحتوته كما تحتوي الأم رضيعها في ليلة عاصفة ظلت بجواره حتى بدأت الدعوة تنتشر في مكة وبات الإسلام يهدد عروش الطغاء أعلمت يا عاتكة بما يدور الآن وما تدبره قريش لرسول الله ما الذي تدبره قريش لرسول الله أنبئني يا سعيد لقد اجتمع سادة قريش وقرروا محاربة رسول الله بمقاطعة بني عبد المطلب وبني هاشم أجمع حتى يتوقفوا عن نصرة رسول الله مقاطعة؟ كيف ذلك يا سعيد؟ لقد اتفقوا على أن لا يتزوجوا منهم وأن لا يتاجروا معهم وأن لا يجالسوهم أو يخالطوهم وقرروا أن لا يعودوا عن ذلك أبدا حتى تتخلى بن هاشم عن الدفاع عن محمد وحمايته ولقد كتبوا في ذلك كتابا وعلقوه في جوف الكعبة لعنة الله عليهم أجمعين أي حاربون رجلا أن يقول ربي الله وحده لا شريك له؟ رجلا لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر أخشى على رسول الله يا عاتكة من هذه المكيدة إن الله ناصر رسله هكذا علمنا رسول الله فلا تخف صدقت يا عاتكة ولكن ماذا عن خديجة؟ هل ستستطيع العيش بعيدة عن رسول الله؟ ومن قال لك ذلك؟ والله إن خديجة لم تكن لتترك رسول الله أبدا في سراء أو ضراء ووالله إنها لأول المدافعين عن رسول الله قبل أبي طالب وبني هاشم أجمعين وأينما ذهب رسول الله فستكون خديجة معه لا محالة أعلم ذلك يا عاتكة فليعنها الله على ما تدبره قريش لرسول الله من كان يصدق بأن محمدا وبني هاشم سيصمدون في شعب أبي طالب كل هذا الوقت إنه أمر غريب حقا يا رجال كلما قلنا بأن محمدا قد خارت قواه وهو على شفى التسليم لقريش نجد منه عزما جديدا من أين أتى هذا الرجل بكل هذه القوة والصبر أما زلت تحصده على خديجة يا سالم ولم لا يعوف وقد كانت هي كل جيشه الذي استقام به ظهره وقاوم به قريشا لسنوات عدة فلولاها ما استطاع أن يحارب مثل هذه الحرب فحتى وهي محاصرة معه في الشعب تجد من يساعدهم من أهلها أتقصد حكيم بن حزام ابن أخيها؟ ومن غيره إنه يدوم على إرسال الطعام والمؤن لهم في الخفاء إن لخديجة أذرعا لا تقطع يا عوف ولولاها ما طاق محمد الحصار أخالفك الرأي يا صديقي فأنت تعرف محمدا كما أعرفه إنه رجل صاحب عزيمة ولولا ذلك ما ناصره قومه وما آمن به رجال من قريش لم يؤمن به سوى قليل من صغار قريش يا رجل وهل حمزة بن عبد المطالب من صغار قريش؟ إنه فارس قريش دعك من حمزة فهو من قومه ولا يناصره إلا لشرف يبحث عنه هو وبن هاشم أن يقال إن الله قد بعث فيهم نبيا دون سائر قبائل قريش وإنه والات والعزة لأمر لن يدوم طويلا وستجدث هذه الشجرة من أصولها على أيدينا نحن سادة قريش ولماذا لم تقطع الشجرة إلى الآن؟ أتقطع الشجرة حينما تقوى وتمتد فروعها إلى أعماق الأرض؟ ماذا بك يا حاطب؟ راك تتحدث بوهن أم أنك أصبحت تشفق على محمد ومن معه؟ على العكس يا رجل فقط أتعجب من صبر هؤلاء وتحملهم كل هذا الأذى في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ أتمعتم الخبر يا سادة قريش عن أي خبر تتحدث يا رافع؟ تكلم هناك حديث في دار الندوة بين أبي طالب وسادة قريش لإنهاء الحصار ماذا؟ ماذا تقول يا رجل؟ من أين جئت بهذه الأخبار؟ أنا عائد الآن من دار الندوة ولقد علمت بهذا الآن ما بك يا هشام أرد دجر محفوراً على قسمات وجهك ما الذي حدث؟ أو تسأل حقاً يا زهير؟ أراضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك حيث تعلم أقبلت نفسك هذا يا زهير؟ أتقصد بني هاشم؟ ومن غيرهم؟ تعلم بأن هذا ما أرادته قريش فما الذي أستطيع أن أفعله؟ أقسم بالله إنهم لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام لم تركهم وحدهم أبداً ويحك هشام ويحك ماذا أصنع وأنا وحدي؟ والله لو كان معي رجل واحد لقمت بنقد هذه الصحيفة وها أنت قد وجدت رجلاً يعينك يا زهير ومن هذا الرجل؟ هو أنا أه؟ أنت؟ أوليس لنا معين آخر؟ فإن الأمر جلل يا هشام لا عليك يا زهير فسأتيك بثلاثة من سادة رجال قريش ها أنا ها أنا زهير بن أبي أمية وهؤلاء رجالها وكبراؤها هشام بن عمر والمطعم بن عدي وأبو البختري وزمعة بن الأسود ولقد رأينا أمراً لقد طال الحصار على أهلنا من بني هاشم ولم يعد الأمر يطاق وإنا قررنا إما الصلح وإما فك الحصار يا أهل مكة يا أهل مكة أنأكل الطعام ونشرب الشراب وبن هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم والله والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير من اعتلى نعله الأرض وأفضل البشر والخلق أجمعين في الصفات الكريمة المحببة ومنها العطاء والبذل في سبيل إسعاد الآخرين وشخصية اليوم هي النموزج الأعظم في هذه الصفة الحميدة إنها سيدة نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها يا معشر قريج لقد نبأني ابن أخي بأمر عظيم فإن صدق فيما نبأني به فما عليكم إلا أن تشقوا الصحيفة خيرا يا أبا طالب ما الذي أنبأك به محمد؟ لقد قال لي بأن الله قد سلط حشرة ضعيفة فأكلت ورقتها ولم يبقى منها إلا باسمك اللهم محمد يعلم الغيب أساحر هو أتسخر منها يا أبا طالب؟ توقفوا ودعكم من هذا اللغة ولنذهب لنرى أقول محمد حق أم لا؟ توقفوا ودعكم من هذا اللغة توقفوا ودعكم من هذا اللغة صدق محمد وكذبت قريش صدق محمد وكذبت قريش صدق محمد وكذبت قريش البشارة أبا طالب وكذبت قريش وقف بجوار الكعبة ثم قال وما الذي أنبأهم به رسول الله؟ أنبأهم بأن الصحيفة قد أكلتها الأرض ولم يبق منها إلا باسمك اللهم وما إن دخلوا حتى وجدوا بأن ما قاله رسول الله حق سبحانك يا الله ومع ذلك ما زالوا يشككون في نبوته يا لهم من قوم ضالين ولكن كيف حال رسول الله يا سعيد؟ أهو بخير؟ بخير والحمد لله رغم كل ما عاناه ولم يصب أحد بضر في هذا الحصار مثل ما ضرت خديجة لم يكن لمثلها هذا العناء يعاتك فهي لم تعتد مثله من قبل كم هي صابرة لقد عانت كثيرا في هذه السن أسأل الله أن يحفظها من كل سوء اللهم احفظها من كل سوء اللهم جازها عن دفاعها عن دينك ونصرة نبيك خير الجزاء فأنت وحدك يا الله تعلم بما قدمته لنصرة محمد ودين محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء العالمين أربع مريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما سلف قبل حصار الشعب إلى قول الحق ونشر دعوة الإسلام بين الناس إلا أن خديجة كانت قد تحملت ما لم تتحمله امرأة أخرى على مدار ثلاثة أعوام من حصار الشعب فقد ترك الحصار آثاره عليها فجسدها الهزيل لم يكن ليتحمل كل هذه المعاناة فبدأ المرض يتمكن منها ولم تعد خديجة إلى نفس قوتها قبل حصار الشعب فكانت هي النموذج الأعظم في الصبر والبذل والعطاء في الإسلام هل سمعت يا عمر آخر أخبار محمد وهل في النفس ساعة للسماء عن محمد بعدما حدث لي في جوف الكعبة يا أبا سفيان لقد زهدت نفسي عن كل شيء فكلما قلت في نفسي إن نهاية محمد ودعوته قد اقتربت أجد أنها مجرد أوهام تسبح في رأسي ولكن الأمر جلل هذه المرة يا أبا الحكم هاتي ما عندك يا أبا سفيان ودعك من المقدمات أبو طالب مريض وماذا في ذلك؟ هل تنتظر مني أن أزوره وأطمئن عليه؟ لم تفهم بعد يا أبا الحكم أبو طالب مريض مرضا شديدا هو على فراش الموت يا رجل ماذا؟ أمتأكد أنت يا أبا سفيان؟ بالطبع لقد عدته بنفسي إنه في طريقه لترك الدنيا آه إن مات أبو طالب فهو نصر عظيم لنا على محمد ودعوته حتى إن مات أبو طالب فستبقى شوكة خديجة في ظهورنا ستحول دوما بيننا وبين محمد خديجة بنت خويلد آه كيف نسيتها؟ أنساك غضبك يا أبا الحكم فليذهب أبو طالب أولا فتذهب معه نصف قوة محمد وأما خديجة فلتعيننا عليها الآلهة وها قد ذهب أبو طالب وضاعفت شوكة محمد ها قد انكسر درع محمد الذي كان يقيه من ضرباتنا المتتالية إنها بركة الآلهة يا أبا سفيان لقد نظرت لها نظرا وها هي قد استجابت لي وما كان النذر يا أبا الحكم أن أجلد كل عبد أسلم مئة جلدة إنها حقا بركة الآلهة يا عمر ولقد أبر نذرك فها هو محمد الآن يشعر بالضعف وهو يرى باب الحصن يفتح عليه وهو جالس وحده في انتظار الغزو ولكن باقي له حمزة فهو من قومه وهو درعه وسيفه أيضا أما زلت تذكر له شجاركما أمام الكعبة؟ وهل هذا شيء ينسى أبا سفيان؟ لا عليك يا عمر فولاتي والعزة ليأتي اليوم الذي تنتقم فيه لنفسك وهو يوم آت لا محالة فقط تحلى بالصبر فهو السبيل الوحيد للوصول لعظيم المناه وسنشرب في يوم قريب كأس نصرنا فوق جثث من آمن بمحمد ودينه أبشر يا سادة قريش بخير يوم تشهده قريش منذ سنوات وأي الأخبار سيكون أجمل من موت أبي طالب؟ بشرنا بشرتك الآلهة وأنزلت عليك نعمتها خديجة خديجة يا أبا سفيان خديجة زوجة محمد؟ ما بها؟ لقد التحقت بأبي طالب وتركت محمداً وحده دون نصير أعله بل أعله بل لقد انكسر ظهر محمد بن عبد المطالب لقد ماتت دعوته كانت خديجة لرسول الله هي السكان والسكينة والمودة والرحمة تزوج رسول الله بعدها من النساء إلا أنه لم ينس فضلها أبداً لقد كانت خديجة في قلبه لا تخرج من قلب رسول الله أبداً يتذكرها ويذكر اسمها في كل وقت وفي كل مناسبة فعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيراً منها قال ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء كان رسول الله يدرك بأن خديجة ليست كأحد من نساء العالمين فظلت في قلبه حاضرة لا تغيب مات أبو طالب عم رسول الله وتبعته السيدة خديجة بأيام قليلة فساد الحزن في قلوب المسلمين حتى سمي هذا العام بعام الحزن وبعد ثلاثة أعوام من موتهما تلك الأعوام التي لاقى فيها رسول الله من قريش أشد درجات الأذى والتنكيل مرت الأيام ثقيلة حتى أمر الرسول بالهجرة إلى يثرب هو ومن أسلم معه لتبدأ قصة جديدة للإسلام في أرض أخرى فتسعد يثرب بقدوم رسول الله ويبدل اسمها بعد قدوم الرسول بمدينة رسول الله ليجد النبي المصطفى أعوانا على الحق ويكون لهذا الدين أنصار شرف الله سبحانه وتعالى أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لأن أرسل أمينه جبريل ليقرئها السلام من الله عز وجل ويلها من رفعة لا يصل لها إلا المخلصون المصطفون هكذا كان حال سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الزوجة والرفيق والمعين كابدت معه الصعاب والمشقة بقلب طائع لله مخلص له راض بحكمه وقضائه فما أن اقترب الأجل حتى كانت البشارة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب هكذا كانت رحلة السيدة خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة كانت هي النبراس لكافة النساء لم أكن أعلم كل ذلك عن السيدة خديجة رضي الله عنها ستظل السيدة خديجة قدواتي وأحب نساء الأرض إلى قلبي كم نحن في حاجة لمعرفة سيرة النبي الكريم بشكل أكبر ففي سيرته الشريفة نور يضيء لنا الطريق من الغد سأحرص على قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قل من اليوم يا نادر ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد أما الآن فدعونا نذهب لنطمئن على أمكم وأيضا لنحكي لها عن قصة أم المؤمنين خديجة هيا هيا بنا تفضل يا أبي رحم الله أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وعظم أجرها وجعلها قدوة لكافة نساء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الشجاعة من الصفات المحببة في الإسلام وشخصيتنا اليوم هي خير نموزج للشجاعة إنه أسد الله حمزة بن عبد المطلب ما الذي حدث يا نادر؟ يقول بأن مجموعة من الأطفال المتشردين هاجموه هو صديقه أثناء عودتهما من المدرسة ولكن الحمد لله لم يصبه مكروه فقط بعض الخوف أطفال متشردون؟ هذا أمر غريب ولكن أخبرني ماذا دار بينك وبينهم؟ رأيتهم يضربون طفلا أصغر منهم فحاولت أن أدافع عنه فهاجمونا نحن أيضا وحاولوا ضربنا لقد كانوا خمسة ونحن اثنين فقط لا تحزن يا نادر لا تحزن فأنت قد فعلت ما كان يجب عليك فعلا فحينما نرى أمامنا ظلما قد وقع على شخص ضعيف يجب علينا أن نتحلى بالشجاعة وننهي الموقف مهما كلفنا الأمر من خسائر فالإنسان موقف وأنت قد أبليت بلاء حسنا أوليس هذا جبنا يا أبي؟ ما الذي تقوله يا حبيبي؟ كيف رأيت ما حدث على هذا النحو؟ كلنا نخاف يا ولدي هذا أمر فطري فينا جميعا ولكنني قد درست سابقا أن أسد الله لم يكن يخش شيئا مطلقا أتقصد سيدنا حمزة بن عبد المطلب؟ نعم هو يا أبي أوليس ما قرأناه عنه صحيح أم أنها قصص لا أصل لها؟ بلى هو صحيح يا ولدي فلحمزة روايات تحكي عن فرسيته فهو أول بطل في الإسلام وأول ناصر له هل كان حقا لا يخشى الوحوش كما حكي عنه في الأثر يا أبي؟ نعم يا نادر يا ولدي احكي لي عنه يا أبي لكي تعرف يا ولدي قدره حقا دعنا نستمع لجدك كانت شوكة الإسلام رطبة خضراء حتى أسلم حمزة فقويت شوكة الدين وسعد به الرسول الأمين فشجاعة وفروسية حمزة كانت تضرب بها الأمثال إنه حمزة بن عبد المطلب بن هاشم سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة وصديقه وحبيبه فهو لم يقل ليسبق الرسول صلى الله عليه وسلم سنا سوى بعامين لذا كان من أقرب الناس إليه ظل حمزة مثالا للفروسية والهيبة والوقار في مكة يتحدثون عنه في ندواتهم وكأنه فارس من التاريخ أسامعت أخبار محمد وأبي الحكم عن أي أخبار تتحدث فأخبار محمد كثيرة هذه الأيام لقد تعرض أبو الحكم بالأمس لمحمد وسبه في حجر الكعبة ولم يقفه أحد لقد شاهد هذا المشهد كل من كان بجوار الكعبة وماذا فعل محمد؟ لا شيء لا شيء فهو كما تعلم لا يتفوه بأية ألفاظ نابية فهو نبي كما يزعم وهل علم بن هاشم بما حدث لنبيهم؟ ليس بعد ولكن لا خوف في كل الأحوال فلن يجرأ أحد على الوقوف أمام أبي الحكم فأنت تعرف سطوته جيداً ربما ولكن أنا سيت حمزة حمزة بن عبد المطالب؟ ومن غيره؟ ولكن حمزة الآن في صيد ولا يعلم أحد موعد قدومه وهل سيبقى في البرية إلى الأبد يا رجل؟ ربما يعود في الغد أتعتقد بأن حمزة يجرؤ على أبي الحكم؟ لم يفعلها في مكة أحد من قبل ولكن غضب حمزة شديد ولا أحد يعرف إلى أي مدى ستأخذه حميته وغيرته على ابن أخيه أهو على دين محمد؟ ليس بعد وإن كنت قد سمعت بأنه على دينه ولكنه لا يجاهر بذلك لو صدقت لكان هذا نصرا عظيما لمحمد ومن معه فلا يوجد في مكة كلها فارس كحمزة بن عبد المطالب إذن دعنا ننتظر ونرى ما الذي سيحدث حينما يعلم حمزة بخبر ابن أخيه مع عمر ونشاهد من بعيد في صمف فهذه معركة حامية لا قبل لنا بها صدقت يا رجل صدقت ولد حمزة قبل عامين من ميلاد رسول الله فتربي معا في بيت عبد المطالب سيد قريش وبني هاشم فتعلم من أبيه فصاحة العرب وشيمهم الأصيلة من كرم ومروءة وشجاعة كان قبل نزول الرسالة على خاتم النبيين فتى كريما شجاعا محبا للمغامرة والفروسية تهابه قريش وتخشى بطشة وتعرف مكانته بين الفرسان ولولا أنه كان كثير الترحال في البرية لعلى فوق رؤوس سادة قريش وكبرائها فقد شهدت له قريش كافة برجاحة العقل وبيان الحجة وفصاحة اللسان وقوة السيف يا حمزة يا حمزة يا ابن عبد المطالب ما بك يا امرأة لقد حدث أمر عظيم في غيابك وأقسمت أن أبلغك إياه خيرا تكلم يا أمط الله ولا تخاف شيئا لقد صب ابن أخيك في حجر الكعبة وعلى مرأة ومسمع من الحجيج والأعراب تقصدين محمدا نعم أقصد محمد بن عبد الله ومن ذا الذي يجرؤ على سب سيد ولد بني هاشم ومن غيره غليظ القلب صليط اللسان عمر بن هشام أبو جهل هو لا أحد غيره والله لأجعل أنه يندم على فعلته ويعرف قدر محمد في قومه وفي قريش ولكن لا تخبر أحدا بأنني أنا التي أبلغتك فأنا أخاف بطش بن هشام لا تخبر أحدا لا تخاف يا أمط الله اذهبي اذهبي في أمان الله يا عمر بن هشام يا أبا الحكم يا أبا جهل ماذا بك يا حمزة خذ ردها علي إن استطعت أتسب ابن أخي وأنا على دينه ما هذا صبأ ابن عبد المطلب لقد قويت شوكة محمد يا لمصيبة قريش لقد صبأ حمزة تقولون صبأ والله ما أرى نفسي إلا اهتديت إلى سبيل الحق وما أراكم إلا في ضلال أتسبون رجلا أن يقول ربي الله دعانك هذا اللاغوة يا حمزة وعود لرشدك أنا كبار قومك وسادة قريش وأدرى بالحق منك أنا من لم يحضر الوحوش الكاسرة في البرية أحضر قول الحق أمام من هم على شاكلتكم فبئس ما قلت يا رجل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا فلابد له أن يغضب فالتذهب يا حمزة وكفى ما فعلته واحدة بواحدة وكفينا شر القتال والله ليس بكاف يا ابن هشام فمن اليوم لن يسل سيفي ورمحي على وحش في البرية فقط يسل سيفي على أعداء الله ورسوله أتهددنا يا حمزة ألا تخشى عقاب قريش؟ والله إني لا أبالي بشيء على وجهي البسيطة ولا أخشى إلا الله ومن أراد منكم أن يعرف قدره فليأتني بعيدا عن الكعبة لأذيقه طعم سيفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله استشهد حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة على يد عبد حبشي يسمى وحشيا كان قد تم وعده بأن يتم عتقه من العبودية إن قتل حمزة ففعل وكان عمر أسد الله حينها تسعا وخمسين سنة فبكاه رسول الله وبكاه المسلمون كافة فلمثل حمزة تبكي العيون أبدا حقا كان رمزا لشجاعة كم كان حمزة قويا حقا وكانت قوته في سبيل دينه ولا شيء آخر حينما أستمع إلى الحديث منك أشعر وكأنني أرى الأحداث يا جدي هذا لأنها أحداث قد وقعت بالفعل وليست من وحي خيال من يرويها لقد أبهرتني شجاعته من اليوم سأجعله قدوة لي هناك فرق يا ولدي بين الشجاعة والتهور إياك أن تبحث عن الصعاب لتواجهها ولكن حينما تأتيك الصعاب فقل لها بالمرصاد هذه هي الشجاعة التي كان عليها أسد الله حمزة بن عبد المطلب هذه هي الشجاعة التي يريدها الإسلام في قلب كل مسلم أفهمت يا نادر فهمت يا جدي بسم الله الرحمن الرحيم قدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن الثقة بالله دائما هي الدالة على صحة إيمان العبد وقوة علاقته بربه فبها تمر المحن والعسرات ويستطيع العبد الصبر على البلايا والقربات ما بك يا أبي؟ أشعر من الأمس بأنك على غير حالك أهناك شيء بك؟ بعض المشاكل في العمل لا أكثر وما الجديد؟ فدائما ما كان لديك مشاكل في العمل ولكنني لم أرك مهموما كذلك من قبل صارحني يا أبي ما الذي تخفيه عننا؟ ألا تريد أن تشركنا معك في همومك؟ في الحقيقة يا ولدي هناك بعض المشاكل في الشركة وربما أترك العمل بسببها خيرا إن شاء الله يا أبي أنسيت كلامك معنى عن الثقة بالله؟ لا يا بني لم أنسى إذن أين ثقتك بالله يا أبي؟ فهو قادر على أن يفرج الكرب مهما ضاقت علينا الدنيا حقا ما تقول أحسنت يا بني أحسنت القول يا أحمد فما غاية الاختبار سوى التمحيص ليشهد الله عباده على أنفسهم ويقيم عليهم الحجة أيصبرون أم يتخاذلون؟ ولنا في قصة طالوت وجالوت عبرة في قديم الزمان وبعد عصر التيه في أرض سيناء تشرد بن إسرائيل بين البلاد ووسط الأقوام والعباد فلم يبق لهم أرض ولا وطن فكانت أحوالهم تتبدل من سيء إلى أسوأ الرزق قليل والنبت شحيح والمراعي جافة أغلب فصول العام فراحوا يطلبون من نبي الله شمويل أن يدعو الله أن يبدل الخوف بالأمان ويجمع شملهم من جديد فدعا النبي ربه فاستجاب ربه له يا لهلاك بني إسرائيل منذ أن أخذ منا التابوت ونحن أذلاء مستضعفون أي خزي هذا الذي أصبحنا نكابد في الليل والنهار؟ لم يعد لنا أرض ولا وطن نحن نجوب الأرض لا نعرف غياتنا لقد هلكنا السنوات تمر والحياة تزداد صعوبة سنة بعد سنة ولا يجد جديد سوى القحط والمعاناة صدقت الأرض التي نرعى فيها باتت مغفرة النبت قليل والماء شحيح والأغنام هزيلة لقد منع عنا المطر من السماء والخير من الأرض بالأمس بحثت عن بعض الحليب لصغيري فلم أجد لقد كان يشتكي شدة الجوع وكنت أقف أمام بكائه عاجزاً بلا حيلة وأنا مثلك أيضاً لا يختلف الحال بيننا إنما هو حال بني إسرائيل كافة وألس نبقى نوعاني هذا البلاء طويلاً؟ متى سينتهي كل هذا؟ ومن الذي بيدنا حتى نصنعه؟ نذهب لنبي الله أليس هو الموكل بأمر السماء؟ نطلب منه أن يدعو لنا بأن يعيد الله إلينا أراضينا التي سُلبت منا بيد العمليق وحينها لن يخزلنا نبي الله ولكن هناك من سبقنا لذلك بالأمس حقاً؟ وماذا قال لهم نبي الله؟ أمرهم بأمر يصعب على بني إسرائيل القبول به عن أي أمر تتحدث؟ تكلم يا رجل أمرهم بقتال العمليق الذين استباحوا الأرض وأخذوها عنوى وطلب منهم أن يصبروا على قتالهم وأن يثقوا بنصر الله العمليق؟ وهل لنا طاقة بهم؟ إنهم قوم جبارون لا يجاريهم أحد في هذا الأمر هل يريد نبي الله لنا الهلاك؟ هكذا كان قول نبي الله ويبدو لي أنه لا مفر لنا غير ذلك إذن تكون فتنة كبيرة فبنو إسرائيل ليس رجال حرب خصوصاً وإن كان مع هؤلاء الأقوياء الجبابرة السلام عليكم يا رجال وعليك السلام كيف حالك يا رجل وحال أبنائك؟ بخير والحمد لله من أين أنت آتني الآن؟ لقد كنا مع نبي الله أنا وبعض رجال بني إسرائيل نبي الله هل تحدثتم في أمر العماليق؟ وما غيره فهذا هو الأمر الذي بات يشغالنا جميعاً وماذا قال لكم نبي الله؟ قال إنه يجب علينا قتالهم فهم قد أخذوا الأراضي والبيوت والمراعي حتى تابوت موسى وبداخله الألواح أخذوا أي خزين هذا الذي نحياه؟ وهل نستطيع أن نقاتل العماليق؟ ولم لا؟ إنهم رجال حرب أما نحن فمن الرعاة والتجار وأصحاب الحرف وفي كل الأحوال ستكون الغلبة لهم لا محالة ولكنه أمر من الله ولا مفر منه ولكن أين حكمة الله في ذلك؟ وأين ثقتك أنت في الله؟ تتحدث وكأنك قد أخرجت الرب العليم من قلبك فضعفك ووهنك أنت ومن على شاكلتك هو ما أودى ببني إسرائيل إلى ما هم عليه الآن إلا هالحكمة في التفكير بل هو الخوف وعدم الثقة بالله فاستغفر لذنبك يا رجل ولا تقل إلا خيراً أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم راح نبي الله يحثهم على الصبر والثقة بالله وأن ينصاعوا لأوامره عسى أن يخفف الله عنهم ما هم فيه من كرب وضيق ولكن كما هي عادة بني إسرائيل راحوا يجادلونه فيما ليس لهم به علم فأكثروا في مجادلة النبي وأغلظوا له القول فراح النبي يستغفر لهم ويدعوهم للانصياع إلى أوامر الله ولا يكونوا كآبائهم الذين حق عليهم القول فتاه سنوات طوالاً في بقاع الأرض قال النبي شمويل يا عباد الله إن الله قد بعث لكم طالوت بن قيس ملكاً عليكم لكي تعبروا معه إلى أرض العماليق وتستردوا منهم أرضكم التي سلبت وما لنا والعماليق يا نبي الله هل لنا طاقة بهم؟ قال النبي شمويل إن الله ناصر عباده المؤمنين فمن يتوكل عليه يهده إلى الصراط المستقيم إنها سنته في الأرض وفيكم وفي الناس أجمعين يا نبي الله ولكنهم قوم جبارون وهم رجال حرب ونحن كما ترى وتعرف لا حول لنا ولا قوة أحاطنا الضعف من كل مكان وغلبتنا قلة الحيلة قال النبي شمويل وأين ثقتك بنصر الله يا عبد الله؟ قال النبي شمويل هل تعلمنا هذا الوهن من موسى النبي عليه السلام؟ هل هذا ما تعلمناه من العهد في الطورة؟ ماذا أصابكم يا بني إسرائيل؟ بمثل هذه الأقوال والأفعال يأتي الخذلان والهزيمة أين ثقتكم بالله؟ حاضرة يا نبي الله ولكن قرع السيوف فوق الرؤوس وقت الحرب أمر عظيم فالحرب تحتاج رجالا أشداء ذوي بأس ونحن لا حول لنا ولا قوة قال النبي شمويل يا بني إسرائيل فقوا بالله وتوكلوا عليه لتجدوا النصر أمامكم فأين كان آباؤنا حينما نجاهم الله من فرعود وجنده؟ تذكروا المشركين من أهل كنعان وما فعلوه بكم إذ أخرجوكم من دياركم وأموالكم وقتلوا رجالكم ونساءكم صغيركم وكبيركم منذ سنوات ليست ببعيدة هجم الكنعانيون العماليق على بني إسرائيل فهزموهم شر هزيمة ففرقوهم بين الوديان وفي الصحارة وأخذوا أراضيهم ومراعيهم وأنعامهم حتى إنهم قد أخذوا تابوت الملك الذي كان مقدسا من بني إسرائيل لما يحمله من ألواح التوراة التي نزلت على نبي الله موسى كانت هزيمة موجعة لهم كسرهم الحزن لسنوات حتى فقدوا الثقة بنصر الله فكان الرجل يجلس بجوار أخيه ويقول له لقد سخط الله علينا سخطا لا رضا بعده يا لي مصيبة بني إسرائيل يا لي مصيبة بني إسرائيل لم يبقى لنا شيء من طعام ولا شراب مات أبي ومات زوجي ولم يبقى لنا سواك يا الله من سيتكفل بأبنائي من سيرعاني ويرعاهم ليس لنا سواك يا رب ليس لنا سواك يا رب لقد غضب الله علينا فأذلنا وما لنا بعد ذلك من خلاص لقد احترق بيتي وماتت بهائم كل شيء ضاع ذهب بلا رجعة حتى الغلال نهبوها لم يبقى لنا ما نطعم به نساءنا وصغارنا أهذا كل ما تحزنون عليه البيوت والغلال والبهائم أهذا هو نصيبكم من الدنيا يا بني إسرائيل وماذا تريد منا أنت أيضا يا يوسف أما يكفيك ما نحن فيه ما أنت فيه هو حصاد ما زرعتم يا عبد الله إن الله لا يظلم عباده ولكن العباد أنفسهم يظلمون انصرف عنا يا يوسف انصرف واذهب إلى حال سبيلك فنحن لسنا في حاجة إلى نصحك كفانا ما أنزله الله علينا من ابتلاء استغفروا الله يا عباد الله ولا تجزعوا من اختباره وهيا نذهب إلى نبي الله عسى أن نجد عنده النصح الذي به ينصالح الحال أنا لن أبرح مكاني فوالله ما عدت آثق بشيء بعد هذا الخزي الكبير ماذا تقول يا رجل؟ أكفرت بالله؟ ها أنتم يا معشر بني إسرائيل لا تريدون أن تحملوا أوزاركم فتلقون اللوم على العليم الحكيم فما الجديد وقد فعلها أباؤنا مع نبي الله موسى وأخيه هارون ولكنكم لا تتعظون من خبر الأولين صدقت يا يوسف صدقت ولكن البلاء عظيم ويكاد يذهب بعقول الرجال نستغفر الله على ما قدمت يدانا ونتوب إليه نستغفر الله على ما قدمت يدانا ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن الثقة بالله دائما هي الدالة على صحة إيمان العبد وقوة علاقته بربه فبها تمر المحن والعسرات ويستطيع العبد الصبر على البلايا والقربات ما رأيكم يا بني إسرائيل فيما قاله شمويل النبي بالأمس إنه أمر محير ما زال الرجال لا يثقون بطالوت وحق لهم ذلك فهو ليس من سادة بني إسرائيل ولا من كبرائهم لقد كان مجرد راعي أغنام فمن مننا كان يعلم لطالوت قدرا قبل أن يعينه شمويل علينا ملكا فضلا عن أن أمر الحرب أمر عظيم ولا أحد فينا يدرك عواقبه لقد عشنا ويلاتها وتذوقنا مرارتها في حربنا السابقة مع الكنعانيين كل الدلائل تقول بأننا سندخل حربا خاسرة لا محالة فلا نحن أهلا لهم لا من حيث العدد ولا العدة والعتاد صدقت يا رجل لا شيء في صالحنا نحن ذاهبون إلى الموت المحقق لا محالة ولكنها وصية نبي الله فينا يا رجل هل نعصاه ونبقى مشردين في الأرض هكذا إلى يوم الدين ومتى كنتم طائعين لأنبياء الله يا بني إسرائيل حاشاك يا رجل لا تتلفظ بهذه الأقوال الحنقاء اهدأ يا أخي فهو لم يقصد سوء القول نحن أبناء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإن عصى منا أحد فلا تلام به بني إسرائيل كلها أبناء الأنبياء وهل سينفعني أنبياء بني إسرائيل حينما أذبح أنا وعشيرتي بسيوف الكنعانيين يا رجل وهل ينفعنا في الدنيا والآخرة إلا العمل الصالح يا رجل أي حال الذي أصبحتم عليه يا بني إسرائيل أين ذهب الإيمان الذي كان يملأ قلوبكم لقد أرانا الله عز وجل الآيات بأعيوننا متتاليات أهما زال بعضكم من أبناء عقوب النبي من يكذب بيوم الدين؟ هل عادت إليكم جاهلية القرون الأولى؟ صدقت يا بني إمين وهل ستقبل بأن يولى عليكم طالوت ملكا؟ وأنت تعرف بأنه لم يكن أعلان قدرا وشرفا ونسبا؟ هل يجوز هذا يا بني إمين؟ ولكنه اختهار الرب الذي لا قول بعده فإن اختاره الله لنا فكيف نخشى شيئا حينها؟ إن كان ما تقول حقا وأن الله اختاره علينا ملكا فلنرى آية بينة حتى نقبل به ملكا علينا وهذا هو قولنا الأخير نعم فلنرى آية حتى نؤمن به نعم وأنا أوافقك الرأي فلنرى آية فلما طلبوا آية تدل على اصطفاء الله لطالوت أجابهم بأن علامة ملكه واصطفائه هي أن يرد الله عليكم التابوت الذي أخذ منكم فجاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون ولا يكادون يصدقون فأما المؤمنون فازدادوا إيمانا وما زاد المنافقين إلا نفاق قال شمويل النبي يا بني إسرائيل هذه آية الله لكم ليشهدكم على أنفسكم أتؤمنون بعد ذلك أم تكفرون إنه التابوت حقا إنها الألواح وأثار موسى النبي آمنا بالله وقدرته آمنا بالله وقدرته يا نبي الله أمر علينا من تشاء فإنا إن شاء الله طائعين قال النبي شمويل إنما هو أمر الله أن يولي عليكم طالوت ملكه فيفتح عليه الله بإذنه وينصركم على القوم الظالمين ونحن نشهد الله أننا لله ثم له طائعين وإن خاض بنا البحر فإنا معه خائدون وكيف لا نفعل ولقد رأينا آيات الله بأعيننا وإنها والله لبشائر الناصر المبين فهذا يوم عظيم لبني يهود ذلك اليوم الذي رد الله لنا فيه الألواح فالحمد لله رب العالمين يا طالوت من الآن لك الحكم علينا وما علينا إلا طاعتك فانظر ماذا ستفعل ثم سر على بركة الله حيث شئت يا بني إسرائيل ها أنتم جميعكم تعرفونني وتعرفون نسبي ولقد كلفني الله وشرفني بالجهاد في سبيله وإنه والله لأمر لو تعلمون عظيم وها هي البشارة جاءتكم من السماء تابوت موسى وبه الألواح تحمله الملائكة أمام أعينكم فهل بعد ذلك من مكذب بآيات الله راح طالوت يجمع خيرة رجال وشباب بني إسرائيل فجمع منهم ثمانين ألف رجل من كافة قبائل بني إسرائيل لاثنتين عشرة يعلمهم فنون القتال ويخبرهم بخبايا الحرب ولأن الله لا يصطفي إلا عباده المخلصين اصطفى الله طالوت وآتاه الملك وهو العليم الحكيم وما إن شعر طالوت بأنه قد أعد العدة وجهز جنده للحرب حتى انطلق بهم نحو أرض بني كنعان وهو على ثقة بنصر الله وتأييده أيها الجند ها نحن قد اقتربنا من ملاقات العدو فعلى مرمى البصر وخلف هذا النهر سنلقى الكنعانيين فاستعدوا لذلك الموقف العظيم فهل لنا أن نستريح قليلاً ونشرب ونسقي خيولنا قبل لقاء العدو؟ لا يشرب أحدكم من هذا النار فإن الله مبتليكم به ولكننا عطش يا سيدي والترحال فعل بنا الأفاعيل فكيف لنا أن لا نشرب؟ والماء جار أمامنا إن الله مبتليكم به إلا من اغترف غرفة بيده فشرب ملء فيه ولم يزد تحصنوا بطاعة الله فهي خير زاد اختبركم به الله أنا لن أصبر على الماء فأنا أشعر بالعطش الشديد وأنا مثلك لن أصبر على الماء وليغفر الله لي بعد ذلك ليغفر الله لي فليخرج أقوى الرجالي وليبارزني قال نبي الله داوود أنا لك أيها المتكبر اللعين أنت؟ ومن أنت؟ قال داوود أنا داوود فتى من فتيان بني إسرائيل وهل تعرف من تقاتل أيها الغر؟ قال داوود قال داوود أقاتل رجلا كافرا يستبيح حرمات الله ولا يؤمن به كافر يا لك من مسكين لا تعلم ما الذي أنت مقبل عليه قال داوود النصر إن شاء الله إن قتلتك والجنة إن شاء الله إن قتلتني وكلاهما خير لن تنفعك فصحتك تلك حينما أفصل رأسك عن جسدك قال داوود فليعن الله عليك إن شاء الله لنرى ما الذي ستفعله أنت وإلهك أيها الأحمق الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وهكذا نصر الله الذين آمنوا وكانوا يثقون في نصر الله رغم قلة العدد والعتاد وهكذا ينصر الله عباده الواثقين به في كل وقت وفي كل مكان يا لها من عبرة لمن يتضبر أوامر الله ونواهية أحسنت القول يا جدي ولكن لدي سؤال يشغل بالي ذكرت الآية الكريمة أن أغلب من كان معطالوط من الجنود لم يطع أمر الله وشرب من النهر حتى ارتوى نعم حدث ذلك إذن فكيف نصر الله بني إسرائيل على العماليق وأغلبهم قد خالف أمر الله ما كان الله ليختبر بني إسرائيل بالنهر إلا ليميز الخبيث من الطيب منهم فحينما شرب أصحاب الهوى ولم يطيعوا استبعدوا من جيش طالوت فلم يبق معه بعدها سوى المخلصين ألي هذا السبب إذن؟ نعم فمن هنا يأتي النصر أتعني يا جدي بأنني حينما أفعل الخير تعم الرحمة على الناس أجمعين؟ توكل على الله في كل أمورك وكن واثقا في فرجه فالله لا يخذل عبدا واثقا به أبدا صدقت يا أبي والله لقد أزحت عن قلبي هما عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سنرى في حلقة اليوم قصة بلال بن رباح وكيف صبر على البلاء وتحمله من المشركين ولنعرف كيف تحمل وصبر في سبيل نصرة دين الله ليكون بعد ذلك نموزجا وقدوة للأمة إلى يوم الدين الحمد والفضل لله يا صالح كان الله رؤوفا بنا فهو يعلم بحسن نوايانا فاللهم لك الحمد على فضلك وكرمك هذا هو أحمد كما توقعته فظني أنه لم يكن ليتحمل الجلوس في غرفته أكثر من ذلك هذه هي عادته أحمد لما تركت فراشك يا ولدي؟ الطبيب قال يجب أن ترتاح قدر المستطاع لقد اكتفيت يا أمي فأنا جالس في غرفتي لما يقرب من العشرين يوما دعيه يا هند دعيه الحمد لله على لطفه لقد كانت الحادثة مروعة ولكنها مرت بسلام والحمد لله شفاك الله وعافاك يا ولدي وحمد لله على سلامتك الحمد لله دائما لقد كان اختبارا من الله في صبرك وقوة تحملك وها أنت يا أحمد قد اجتست الاختبار بنجاح ولكنه كان اختبارا صعبا بل شديد الصعوبة يا أبي وهذا ما يريده الله لنا دائما فنحن لا نخرج أفضل ما فينا إلا في وقت الصعاب ولنا في سيدنا بلال بن رباح القدوة فبالرغم من كل ما تعرض له من أذن وابتلاء إلا أنه صبر على قضاء الله بنفس راضية وقلب شاكر لقد أصبت يا صالح في اختيار قصة بلال بن رباح رضي الله عنه فلقد كان من الصابرين الشاكرين ومن المؤمنين الأولين إذن قص علينا قصته يا جدي وذكرنا بما خلفه الأولون كان بلال بن رباح من المسلمين الأوائل الذين آمنوا برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان عبدا لرجل من المشركين يدعى أمية بن خلف إلا أنه لم يخش من بطشه برغم علمه بعاقبة فعله وفي سبيل ذلك أطاق بلال ما لا يطيقه إلا رجل ذو قلب عامر بالإيمان بالله فتحمل كل أنواع الأذى وصبر واحتسب حتى فرج الله عنه قربه وأخرجه من ضيق همه إلى واسع رحمته إن أمر محمد ليس بالهين يا سادة قريش إن كان لا يتبعه إلا قليل من قريش الآن فغدا يتبعه الكثير فلا يجب أن نستهزئ بقوة قوله وضعف عونه فنحن نعرف محمدا جيدا إنه لذو حجة ولسان هين لي قادر على أن يصحر به عقول الناس صدقت القول يا أمي ووالله إني لأشاركك الرأي وهذا ما كنت أتحدث فيه بالأمس مع بعض سادة قريش ولكن ماذا بأيدينا فنحن نفعل ما نقدر عليه نضيق على محمد في كل مكان ونتحدث مع الحجيج ونصفه لهم بالكذاب والساحر ووالله إننا نعلم جيدا بأنه ليس بكذاب ولا ساحر إلا أنه أتى بأمر عظيم أمر عظيم أن يساوي فيه بين أمي وهذا العبد الحبشي دعكم من هذا العبد الحقير فهو أجهل من الدابة التي أتيت بها إلى هنا ولنعود لأمر محمد ونرى ماذا نحن فاعلون فلنعود يا أخي وإن كان أمر مساواتي بهذا العبد الأسود لأمر مضحك حقا أي دين هذا الذي يساوي بيني وبين هذا الأسود فلنتفق أولا بأن ما ينزل على محمد هو قول عجيب لم نسمع مثله من قبل هذا لا شك فيه يا أمي إذن فهذا الذي يسميه محمد بالقرآن يستطيع أن يصحر آذان الحجيج فينتشر كلامه بين القبائل وتقوى شوكته وحينها لن يسود الهاشميين قريشا فقط بل أرض العرب كافة وهذا ما أخشاه وما يشغل بالي ليل نهار فإن نجح محمد في دعوته حينها لن يجاري الهاشميين أي من قبائل العرب ويكون لهم العزة والسيادة والنبوة أيضا ومن قال إننا سناقف مكتوف الأيدي يا عمر فولات والعزة لنكيدن له أمرا لن يجد في الفرار منه سبيلا حتى وإن استعان بالجن لنصرته ولسوف نضيقن عليه أمره حتى تختنق أنفاسه ونسفه من قوله وعمله حتى يصغر قدره في عيون الناس هذا هو بادئ الأمر فقط وأما ما خفي فكان أعظم ولتستعد يا محمد لبلاء عظيم ستلقاه أنت ومن معك ما بك يا بلال؟ أرى في حالك تغيرا منذ أيام ما الذي أصابك؟ لم يصبني شيء بل هو الإيمان يا طفيل عن أي إيمان تتحدث؟ الإيمان بالله العظيم ربي وربك ورب الناس أجمعين أتقول مثل ما يقول محمد؟ هل جننت يا بلال؟ ألا تعرف عاقبة ما تقول؟ والله ما يقول محمد إلا الحق يا طفيل الحق الذي لا ريب فيه إلا أن قريشا تأبى الحق وتحب الباطل نحن عبيد يا بلال وهذه الكلمات قد تطيح برأسك تدبر قولك يا صديقي حتى لا تحمل نفسك ما لا تطيق فأنت تعرف العقابة جيدا أتقصد أميّ؟ ومن غيره؟ أنت تعرف بغضه الشديد لمحمد وتعلم أيضا مدى قصوته فأما كرهه لمحمد فإنه من سواد قلبه فلا يبغض محمدا إلا أصحاب القلوب الخبيثة وأما شدة قصوته فليعن الله عليها وليلهمني الصبر فهو أرحم الراحمين اسمعني يا بلال إن كان أمر إسلامك لرجعة فيه فإياك أن يعلم به سيدك أميّة فإنه لو عالم بالأمر قد يعذبك عذابا لم يعذب به أحد في مكة من قبل والله ما عدت أخشى من أميّة ولا من غيره ما عاد في قلبي إلا الله وما عدت أخشى سواه وكل أملي أن أحوز على رضاه في يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه أصحيح ما سمعت أيها الأسود وماذا سمعت يا سيدي؟ أنك أصبحت من أتباع محمد أما وإنه قد بلغك أمر إسلامي فإني قد آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وتقولها في وجهي أيها الأسود أنت لست إلا مملوكا أيها العبد ولا تملك من أمرك شيئا فمثلك ليس له حق الاختيار ارجع عما أنت فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن لم تكفر بدين محمد فقسما بالآلهة لأذيقنك العذاب حتى تموت لك جسدي فافعل به ما تشاء أما القلب فليس لك عليه طاعة فهو عامر بالإيمان وقد امتلأ بحب الله ورسوله يا غلام خذ هذا العبد الأسود وقيده أسفل الشجرة وإن لم يعد لصوابه غدا فسيكون لي معه شأن آخر هيا ولكي برأ ميت بقسمه أمام قريش راح يعذب بلالا بكل أصناف العذاب فما إن يشعر بأن بلالا قارب الموت حتى يريحه قليلا ثم يعيد الكرة من جديد في اليوم التالي ظل بلال يعذب أياما طويلة دون أن يرده هذا العذاب على ما قد عزم النية عليه بقوة إيمان وعزيمة كالجبال ويقين بنصر الله وفرجه القريب أبشر يا طفيل لقد استجابت الآلهة لدعائك وقضي أمر بلال حقا حمدا للآلهة فقد كنت أشقى وأنا أنظر إليه يعذب كل يوم دون أن أستطيع أن أفعل له شيئا ولكن أخبرني كيف حدث هذا وكيف هو الآن بخير فلقد اشتراه أبو بكر بن أبي قحافة من أمية وكان أمية فيه من الزاهدين فباعه بثمن قليل بعد أن أدرك أن بلالا عازم على استكمال ما أعلن عنه وأنه لا سبيل لإرجاعه سوى الموت فآثر أمية أن يستفيد منه ومن ثمنه فأنت تعلم بخل أمية بن خلف وأين هو الآن؟ هل ذهب مع أبي بكر؟ نعم عاد معه ولكني سمعت أمرا ما هو؟ سمعت بأن أبا بكر سيعطقه حقا؟ هذا ما سمعته على لسان أبي بكر وهو يفاوض أمية أخيرا سيغدو بلال حرا كم سعى لذلك طويلا فلتحفظ الآلهة من الشرور فلقد عشرت كثيرا من الناس ولم أجد قلبا أجمل من قلبه وأنا أشهد بذلك أيضا فلترعاك الآلهة يا بلال عسى أن نجتمع من جديد على خير اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلالا ثم أعتقه فجعر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرر أن يهب حياته لخدمة الإسلام وما إن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث حتى سعد سعادة كبيرة ثم دعا له فلقد كان بلال نموزجا لبذل النفس والصبر على البلاء بقلب راض مطمئن رغم أنني أعرف القصة من قبل إلا أنها حينما رويت الآن كانت حبرة حسنة فحينما أتدبر في ابتلاء بلال أدرك بأن الله لطيف بعباده إذن علينا أن نصبر على نوائب الظهر ونحمد الله اللهم لك الحمد على ما أعطيت اللهم لك الحمد على ما أعطيت بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حديثنا اليوم عن الرحمة والرحمة هي أهم الصفات التي أوصانا بها رسول الرحمة فبطراحم الناس بين بعضهم البعض تزداد أواصر الود والمحبة هل علمت بأمر الساكن الجديد؟ عن أي ساكن تتحدثين يا أمي؟ تتحدث عن قطة هنائن الجديدة؟ نعم علمت أختي لها قلب رقيق كقلوب الأطفال الصغار بل هي الرحمة يا أحمد تلك الرحمة التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين فصفة الرحمة جعلها الله علامة على الإيمان ونقاء القلب وكيف تكتسب الرحمة يا أبي؟ باللين يا بني كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس أجمعين ألم تسمع قول الله عز وجل ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك صدق الله العظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس كافة وكان الجميع يعلمون عنه ذلك البعيد والقريب والعدو قبل الحبيب الجميع يعرف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته فلم يقن الله ليرسل الرسل إلا لنشر الرحمة بين الناس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بقومه ودودا لهم ذلك لقوله تعالى في اصطفاء خاصته في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم هكذا اصطفى الله الأنبياء وذريتهم ليقونوا هدى للناس ورحمة مرسلة للعالمين ولما كانت الرحمة من خواص صفات الأنبياء كان خاتم النبيين والمرسلين أكثر الخلق رحمة بقومه وإن لنا في قصة فتح مكة لعبرة في هذه الرحمة الغامرة هل سمعتم بأمر بني بكر؟ أتقصد هجومهم على خزاعة ونقضهم صلح الحديبية؟ نعم فلقد فعلت قريش ما ستندم عليه أبدا الدار لن يرضى رسول الله بذلك أبدا وسيكون عقاب قريش شديدا أتعتقدون أن رسول الله سيفتح مكة؟ والله إن أراد لنكونن أول الفاتحين حتى نطاهر بيت الله الحرام من يد المشركين ويكون فتحا عظيما للمسلمين وإن بنود صلح الحديبية إذن؟ ماذا بك أكعب؟ ألم ينقضها بن قريش أولا بهجوم أنصارهم وحلفائهم من بني بكر على حلفاء رسول الله من بني خزاعة؟ فأين كانت بنود الصلح حينها؟ والله ما كان رسول الله غزيا لأحد إلا من أراد بالإسلام سوءا فعلى الرغم من جور قريش علينا في الصلح إلا أن رسول الله ما أراد سوى الخير والسلام لنا ولهم إلا أنهم قوم غدارون ولا يوفون بالعهد لقد أتى أبو سفيان بالأمس لرسول الله يتشفع إليه فلم يقبل رسول الله شفاعته أبو سفيان بن حرب هذا الثعبان المتلون والله إني أشك بأنه هو من كان وراء هذا الغدر فهذه الخصة لا تخرج إلا منه في كل الأحوال الخيانة قد حدثت ورسول الله لن يتهاون في دماء المسلمين وحلفائهم إذن فإن فتح مكة قادم لا محالة وإن إن شاء الله لمن الفاتحين فلما أراد الله لرسوله والمؤمنين معه السلام والسكينة أوحى له بأن يقبل الصلح بينه وبين قريش فكان صلح الحديبية وكان من بنود الصلح أنه من أراد الدخول في حلف المسلمين دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فدخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول الله ودخلت قبيلة بني بكر في عهد قريش ولما كانت الحروب والنزاعات قديمة بين القبيلتين فأراد بن بكر أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم فأغاروا عليها ليلا بمعاونة قريش ورجالها فقتلوا منهم الرجال الكثير وأحلوا بها الخراب والفزع وما إن وصل النبأ إلى رسول الله بما فعلته قريش وبن بكر حتى عزم عزما لا رجعة فيه بفتح مكة محمد وجيشه على أبواب مكة يا أبا سفيان أعلم يا سهيل فما أتيتني بجديد أعلم أنك تعلم أنا أسألك المخرج يا أبا سفيان أين المخرج؟ ماذا قال لك محمد حينما ذهبت ليثرب لتتشفع لقريش يا أبا سفيان سنابك خيل المسلمين تجيبك عن سؤالك يا رجل وهل ترضى بذلك يا أبا حنظلة؟ وما فائدة رضائي أو صغتي يا قيس فكلاهما في المردود سواء ماذا تقصد؟ لقد حاولت جاهدا مع محمد فلم أجد منه استجابة لشفاعتي حتى إنني حدثت عمر وعثمان وعليا والأقربين منه دون فائدة فحدثت ابنتي رملة وهي زوجة لمحمد فرافضت هي الأخرى لقد عزم محمد على دخول مكة وقد حسم أمره ولا رجوعا وهل سنرضخ لعزمه يا أبا سفيان؟ أين قوة قريش وحلفائها؟ لا يريد أحد منهم أن يواجه محمدا وجيش المسلمين يقولون إن عاصفة محمد حين تأتي لا يمكن لأحد أن يقف أمامها فلنحاول الصلح معه مرة أخرى إذن؟ لا سبيل لذلك لقد فات وقت الكلام إذن لا سبيل سوى الحرب من ستحارب؟ تحارب جيشا عدده يفوق العشرة آلاف رجل؟ جيشا جمع تحت رايته قبائل الأوس والخزرج وجهينة وبني غفار ومزينة وقيس وبني سليم؟ ليس لنا سبيل غير ذلك يا ابن حرب إذن هي معركة خاسرة يا سالم أتثبت من عزائمنا يا أبا سفيان؟ ولا سبيل لنا سوى مهادنته وإظهار الخضوع له ثم إذا دخلها نرى بعد ذلك أي شأن هو شأنه يا قوم يا معشر القريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به وقد بلغني منه أنه قال من دخل داري فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن فعليكم بمنازلكم فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ما هو إلا رجل منكم فاطمئنوا وهدأوا ولا يخشى أحدكم على نفسه وماله وأهله وما إن انتهى صحابة رسول الله من تكسير الأصنام والأوثان حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت ثم صلى بها فهلل المسلمون وكبروا فرحين بهذا النصر المبين ثم خرج رسول الله من الكعبة وقريش تنتظر في خوف من مصيرها المحتوم فاصطف منهم من لم يكن له سابقة أذى مع رسول الله ينتظرون صنيع رسول الله فيهم وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء ففرحوا بعد أن أمنهم رسول الله على أنفسهم وأموالهم وبنيهم ثم ناد الرسول الكريم على عثمان بن طلحة فحضر في الحال فأعاد له الرسول مفاتيح الكعبة ثم قال له هاك مفتاحك يا عثمان فاليوم يوم وفاء وبر وبعد أن طهرت الكعبة من الأوثان أمر الرسول بلالا بأن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن ومن يومها أصبح أذان الحق لا ينقطع عن المسجد الحرام في ليل أو نهار الله أكر الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة تمشي على الأرض بين الناس فقد أرسله الله عز وجل رحمة تسع الناس كافة رحمة للمسلمين وغير المسلمين كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل تلك الإساءات التي طالته وطالت آل بيته وصحابته على يد قريش تجاوز عن محاربتهم له ولدين الله تجاوز عن طرده من مكته ومن آمن معه من المسلمين تجاوز عن أخذ ماله وبيته وعن قتل عمه الذي هو أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم إنه حمزة بن عبد المطلب لقد سامحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما اقترفوه من آثام وكأنهم لم يفعلوا شيئا فقال لهم قولته التي تُكتب بماء الذهب بل بماء العينين إلى يوم القيامة اذهبوا فأنتم الطلقاء هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت رحمته صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخير أنبياء الله أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين الرسول المصطفى حبيب الله الصادق الأمين بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عرف السحر منذ القدم وهو قفر بالله عز وجل فراح الكهنة والعرافون ينشرونه بين الناس فكيف كانت بداية قصة السحر على الأرض هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم في الحقيقة يا أبي هناك أمر يحيرني من الأمس جلست أفكر فيه طويلاً دون أن أجد له إجابة ولما تعبت من التفكير قررت أن آتي إليك وأسألك وما هذا هو الأمر يا تورا؟ كنت جالساً بالأمس أقرأ القرآن قبل النوم كعادتي وأثناء تلاوتي مررت على آية السحر في القرآن الكريم فلم أفهم شيئاً أتقصد قصة هاروت وماروت؟ نعم هي يا أبي وما الشيء الذي لم تفهمه؟ كل شيء تقريباً أعلم يا أبي أن الأمر يبدو غامضاً إلا أن القرآن الكريم ليس به غموط فلقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ صدق الله العظيم فكتاب الله نزل على رسولنا الكريم ليكون هداية لكل الناس إذن سؤالي هذا لا يعد أمر سيئاً يا أبي كل ما سألته هي أسئلة حسنة وتوضح بأنك توقفت أمام الآيات وتدبرت فيها وهذا دائماً هو مقصد القرآن الكريم أن نتدبر فميزة الإنسان العقل لذا يحاسبنا الله على فهمنا يوم القيامة ولا يحاسب البهائم والدواب ولكي تعرف الغاية من هذه الآيات البينات دعنا نعرف القصة من البداية بعد وفاة نبي الله سليمان فتن كثير من اليهود بالسحر لما رأوه من آيات سليمان ظناً منهم بأن سليمان ساحر وليس نبياً لله عز وجل راحوا يتبعون كل ساحر وكاه طامعين في ملك سليمان فنسوا التوراة وأحكامها التي نزلت على موسى وظلوا ضلالاً كبيراً فأراد الله أن يبعث لهم ملكين ليعلموهم الفرق بين السحر والحق الذي نزل على سليمان النبي عسى أن يهتدوا ويتركوا الضلالة لقد ضاع إيمان بني إسرائيل ترك الناس كتاب الله والتفوا حول الكاهنة والدجالين لقد أصبح السحر كل غايتهم أين ذهبت عقول بني إسرائيل؟ العقول تاهت أمام الفتنة لقد فتنوا بملك سليمان النبي حتى إن أحدهم يدعي بأن سليمان كان كاهناً صخر الجن والطير بالسحر فبمثل هذه الكذبة التي انتشرت بين بني إسرائيل كانتشار النار في الهاشيم استطاع هؤلاء الدجالون أن يسخروا الناس تحت أقدامهم فلقد صاروا عبيداً لهم بعد أن كانوا عبيداً لله رب العالمين هكذا هو حال العوام من الناس دائماً يا هارون يغلب عليهم الجهل ويستبدلون بالحق الباطل حتى تضيع الحقيقة من بين أيديهم فلا يبقى إلا الأكاذيب والضلالات الناس بدأوا يكفرون بالله ولا يؤمنون إلا بسحر الكهنة لو ظل الحال على ما هو عليه الآن ستلعن بني إسرائيل أبداً الظهر الأمر كله بيد الله وعسى أن يكتب الله لبني إسرائيل من هذا الضيق مخرجاً ما الذي أتى بك إلهنا يمرأة؟ عجباً ظلنتك تعرف اسمك رعنانا ابنة إلياس زوجك تزوج من فتاة أخرى وأنت آتية الآن لتفرقي بينه وبينها نعم هو كذلك قولك الحق يا سيدي ولكنه عاشق لها ولكنه لن يكون بعد جلستي معك وما الذي تريدينه يمرأة؟ لا أريده أن يبقى معها ليلة واحدة بعد اليوم أريده أن يطلقها ويبقى لي وحدي أريده أن يبغضها أشد البغض أريده كلما نظر إلى وجهها الجميل أن يراها كالقردة القبيحة وهل تستطيعين أن توفي بالناظر أياتها المرأة؟ نعم نعم أي شيء تطلبه سيقدر فقط حققلي طلبي وهل جئت بشيء من أثره؟ نعم هذا هو أثره هذه قطعة من قميسه أحسنت أحسنت أريدها قردة قردة أمرك مقضي بعون أسياد الجن في ليلة وضحاها ستجدينه يقف تحت عتبة بيتك فقط فوضي أمرك إلى أسياد الجن واحمديهم على عطاياهم بل وأصلي لهم أيضا إذا أرادوا أحسنت أحسنت يا امرأة اذهبي الآن لقد ضاق الرزق وقلت البركة لا أعرف لماذا قل البيع في هذه الأيام ما الذي حدث للناس لقد اتجهوا جميعا لطرق أبواب الكهنة الكل بات تربح من السحر والشعوذة ماذا حدث لبني إسرائيل أهؤلاء هم أتباع موسى النبي أهؤلاء حملة التوراة أي ضلال أصبحنا نعيشه الجميع لا يفكر سوى في المال وزيادة الثروة وأين بركة الله يا أخي هل نسي الناس يوم الحساب الله يغفر الذنوب جميعا للمسيئين بغير إصرار يا أخي وأما من يحارب الله ويسعى للفساد في الأرض فعقابه عند الله شديد ها؟ وهل السحر فساد؟ يقول هاروت هل تره خيرا أيها التاجر؟ من أنت؟ يقول هاروت أنا رجل من بابل واسمي هاروت وهذا أخي ماروت وجئنا نعرض عليكما أمرا خيرا إن شاء الله يقول ماروت هو خير لمن أراد الخير وشر عظيم لمن أراد الشر أفصح عما جئت به يا هابا فكلامك غامض وهيئتك غريبة يقول ماروت نريد أن نسألكما عن شيء اسأل اسأل ولك من الإجابة يقول هاروت من منكما يريد أن يتعلم السحر؟ والله ما أرضى أن أسير بجوار أحد من هؤلاء الكهنة فضلا عن أن أتعلم منه هذا الفساد فبأي فتنة جئتنا أيها الغريب؟ اذهب عنه ولا تحدثنا في هذا الأمر بعد ذلك أبدا انتظر انتظر أيها الغريبان فأخي لم يقصد بهذا الحديث إلا نفسه يقول هاروت إذن فأنت تريد أن تتعلم السحر اتيا بما عندكما هل أنتما من الكهنة؟ وهل لديكم أسرار السحر حقاً كالعرافين؟ ما الذي حدث لك يا أخي؟ أكفرت بعد إيمانك؟ هذا رزق ساقه الله لنا فإن لم ترد فلا تحسدني عليه أحسدك على ماذا يا مسكين؟ أحسدك على الكفر بالله؟ يقول ماروت أتريد أن تتعلم السحر؟ وأكون لك عبداً فقط أطلعني على أسرار السحرة ولك مني كل ما تريد يقول هاروت ولكنها فتنة في الدين وفصل بين الحق والباطل فهل تشهد على نفسك؟ فقط علمني ما عندك ولا شأن لك بديني ولا فتنتي يقول هاروت فليكن لك ما أردت اللهم إني أبرأ إليك من فعل أخي اللهم إني أبرأ إليك من فعل أخي ظل حشبان الطريق كما ظل الكثير من بني إسرائيل في الشام والعراق انتشر السحر فانتشر الكفر والفساد حينها أنزل الله ملكين من السماء اسمهما هاروت وماروت ليعلم الناس أن ما أنزل على سليمان هو الحق من ربه وأن السحر من عمل الشيطان ذلك ليفرقوا بين الحق والباطل وأن هذا السحر ما هو إلا فتنة فتنة يفرق الله بها بين المؤمن والكافر بين من يجعل توكله على الله الواحد الأحد ومن يتوكل على إبليس وأعوانه من الشياطين والمردة عسى أن يميزوا ما جاء به الأنبياء وما يقوله السحرة والدجالون فاختار أغلبهم الكفر على الإيمان وهكذا كان حال الناس في كافة العصور تصديقا لقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور هكذا أراد الله أن يختبر عباده في الحياة الدنيا كما اختبر آدم وإبليس من قبل فحق على ذريتهم أن يقعوا في الفتنة فينجي الله منها من هو أهل للإيمان ويسقط فيها أصحاب القلوب الزائغة عن الإيمان والحق الآن وضحت لي الغاية من نزول الملكي إنه أمر يستحق التدبر حقا يا جدي وهل خلقنا الله سبحانه وتعالى سوى للتدبر والبحث في صفاته يا نادر إن الله عز وجل يقول في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وغاية العبادة هي التدبر ويقول الله أيضا في كتابه العزيز أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فتلك القوانين التي جعلها الله شرائع لنا في الدنيا هي من أجل اختبار الإيمان لتشهد كل نفس على عملها أهو عمل صالح أم عمل سيء ويوم الحساب توفى كل نفس بما كسبت لقد اتضحت الصورة تماما فالقرآن الكريم هو حقا سبيلنا للفهم الصحيح لدين الله هذا يا بني كان سبب نزول هاروت وماروت ولكل عصر هاروته وماروته هي فتن كثيرة والمؤمن فقط هو من يخرج منها بسلام بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة